في سياق النديسلة استقبلت وزيرة الدولة للهجرة السفير بولندا بي القاهرة ووجهت الوزيرة له خالص الشكر على جهود بولندا في تيسير عملية مرور أبناء الجالية المصرية من خلال المنافذ الآمنة عبر حدودها مع أوكرانيا كما أكدت وزيرة الهجرة على حرص القيادة السياسية على متابعة المستجدات بصورة يومية وبإصدار توجيهات بضرورة الحفاظ على المستقبل العلمي للطلاب المصريين دارسين في المدن الأوكرانية من جانبه أعرب السفير البولندي عن تقديره لكل ما تبدله الدولة المصرية من جهود عظيمة من أجل رعاية مواطنيها في أوكرانيا في الوقت الحالي مبديا استعداده لمزيد من التنصيق والتعاون بهدف التيسير على أبناء الجالية المصرية أثناء عبورهم للمنافذ الآمنة لدى بولندا إلى وطنهم مصر